شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفق الشرجبي أعلى هامشي مؤتمر قمة المناخ الدولية في العاصمة الأذرباجان ياباكو في الجلسة رفعة المستوى خالصة ببناء شبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة للتغير المناخ وأكد وزير المياه والبيئة إن الجمهورية اليمنية عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغير المناخ مشددا على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية وداعيا الحكومات والمنظمات الدولية إلى التحرك لسد الفجوة التمويلية من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع التغير المناخي اشتركوا في القناة